بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمدة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أيها الأبطال دعونا نستمع إلى تعليمات الدرس وإلى آداب الدراسة عن بعد وأن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس نستمع إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن يا أبطال دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام هو تلاوة وحفظ صورة العلق أما الأهداف الخاصة فأولا أن يستمع الطالب وأن تستمع الطالبة إلى آيات صورة العلق ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة آيات صورة العلق مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وأن تتعرف الطالبة على معاني آيات صورة العلق ورابعا أن يشير الطالب وأن تشير الطالبة إلى آيات صورة العلق وخامسا أن يتلو الطالب وأن تتلو الطالبة آيات صورة العلق وسادسا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة آيات صورة العلق الآن يا أبطال قبل أن نبدأ في درسنا الجديد اليوم بإذن الله تعالى سنستكمل حفظ صورة العلق من الآية الخامسة عشر وحتى الآية السادسة عشر لكن قبل ذلك تعودنا أن نستذكر وأن نراجع أحسنتم ما أخذناه في الدروس السابقة الآن سأقرأ صورة العلق من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة عشر المطلوب منكم ما هو يا أبطال أحسنتم أن تكرروا وترددوا معي حتى نتقن سويا حفظ صورة العلق سأبدأ وأنتم كرروا معي يا أبطال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أحسنتم أيها الرائعون والرائعات وبارك الله فيكم وبعد أن استذكرنا ورددنا وكررنا سويا الآيات السابقة ننتقل الآن إلى أحسنتم إلى درسنا الجديد وسيكون في استكمال حفظ صورة العلق من الآية الخامسة عشر وحتى الآية السادسة عشر بإذن الله ولكن قبل أن نبدأ يا أبطال قلنا أن صورة نوع صورة العلق هل هي مكية أو مدنية من يتذكر أحسنتم قلنا أنها مكية وأن عدد آيات صورة العلق أحسنتم تسعة عشر آية أحسنتم يا أبطال الآن دعونا ننتقل إلى الآيات الجديدة وسوف أقرأ الآيات وأنتم كرروا معي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 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 ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم المطلوب منكم ما هو أحسنتم أن تحفظوا هذه الآيات بالشكل المطلوب الآن يا أبطال ننتقل إلى معاني الكلمات قوله عز وجل الناصية نسفعا بالناصية معنى الناصية يعني مقدم الرأس يعني مقدم الرأس تسمى الناصية هذه الجهة تسمى الناصية أحسنتم يا أبطال الآن أريد منكم فتح الكتاب على صفحة 11 وهنا في هذا النشاط الثاني نريد أن نرسم دائرة حول نوع الصورة صورة العلق مكية أو مدنية البطاقة الأولى تقول مكية والبطاقة الثانية تقول مدنية ما هي البطاقة الصحيحة يا أبطال البطاقة الأولى أو البطاقة الثانية أحسنتم نعم رائع الصحيح البطاقة الأولى إذن نضع عليها دائرة نضع دائرة على البطاقة الأولى أحسنتم ننتقل إلى النشاط الثالث في نفس الصفحة نريد هنا أيضا أن نرسم دائرة حول عدد آيات صورة العلق أمامنا بطاقتان البطاقة الأولى تقول تسعة عشر والبطاقة الثانية تقول اثنى عشر أي البطاقتين هي الصحيحة يا أبطال أحسنتم نعم رائع البطاقة الأولى إذن نضع أيضا عليها دائرة دعونا يا أبطال نثبت هذه المعلومة بالوسيلة ننتقل الآن إلى الوسيلة وننظر هنا في الأعلى يقول عدد آيات صورة العلق أمامكم في الأسفل بطاقتان البطاقة الأولى تحمل الرقم تسعة عشر والبطاقة الثانية تحمل رقم اثنى عشر الآن علامة الصح نريد أن نضعها أسفل البطاقة الصحيحة ويكون عدد آيات صورة العلق تسعة عشر آية الآن دعونا نعود إلى الدرس ونستكمل الأنشطة ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الرابع في صفحة إثنى عشر نريد أن نضع خطا أسفل الإجابة الصحيحة أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق نحن الآن هنا في قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني اقرأ ما أنزل عليك من القرآن أو من الحديث العبارة الصحيحة أحسنتم نعم من القرآن اقرأ أيها النبي ما أنزل عليك من القرآن رائع الثاني هنا في قوله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم معنى هذه الآية علم الإنسان ما كان يعرفه أو ما كان يجهله العبارة الصحيحة الأولى أو الثانية أحسنتم نعم العبارة الثانية نضع تحتها خطا إذا علم الإنسان ما كان يجهله أحسنتم يا أبطال ننتقل إلى الفقرة الثالثة في قوله عز وجل أرآه استغنى معنى الآية إذا وجد الغنى هذا الإنسان إذا وجد الغنى اطغى وتكبر وتجبر أو أطاع الله عز وجل من يتذكر يا أبطال معنى الآية إذا وجد الغنى أحسنتم نعم طغى إذا نضع تحت العبارة الأولى خطا إذا معناها إذا وجد الغنى طغى هذا الإنسان ولم يطع الله عز وجل إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة ولكن قبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيها الأبطال على المشاركات الرائعة والجميلة نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته